بس انت شكلك هادي جدا يعني من ساعة ما اتقابل وانت هادي كده وكلامك قليل وصامت ابص عليك في التمرين ألاقي فيه وحش واقف ما شاء الله فانا عدت أفكر انت بدأت تعابة فالك قد ايه بقى دي سنتين ونص وانت عندك تقريبا تسعة سنين وشوية ايوا او عشرة حاجة كده وإيه اللي خليك لعبته لعبت الامم ايه دي بسبب انا كان نفسي اصلا بقى فايتر وكنت عمال اتفرج على الناس بقى بتقى الامم ايه كنت اتفرج طبعا على الخبيب وكنر مكريجر كنت اتفرج عليهم يعني الناس بيعرف فعلا يلعبوا اللعبة وكانوا عمالين بيلعبوا وانا كنت احب قوي الحاجات دي كنت اتفرج عليهم وكان ببقى نفسي مثلا ابقى زيهم كده ولعب زيهم وبقى بقى فحسنت بقى فعلا وعد اضربه وكده بدأت بقى ايه اسرش على الموضوع اكتر بدأت ادخل بقى شوية في العمق وبدأت عمال سرش على ايه الامم ايه اوكي الامم ايه طلعت لعبة مجمع كل الالعاب كل الالعاب القتالية كل الالعاب القتالية فعجبتك بقى بس كده دي اللي فيها كل حاجة ايو اه انا اصلا من الاول من قبل ما دخل كنت لان هلعب بس اما ايه وبدأت بقى اصيرش اكتر لقيت ان لعبتين هيكتلوني بقى كويس جدا في الامم ايه البرزيلانش جيزو والكيك بوكسنج فقعدت صرش على أماكن وملاقيتش يعني أماكن كتير تقريباً بيدربوا أماكن كويسة يدربوا بدأت صرش فلاقيت توب فايتر أكاديمي رحت توب فايتر أكاديمي وعجبني بصراحة الموضوع وقعدت الناس عملين يدربوا ويدربوا وعملين يدربوا ببعضوا عالسانباج عجبتني قوي رحت مكمل حلو قوي طيب سؤال بقى أنت لما بدأت تلعب بدأت تلعب وإنت في دماغك أنك هتبقى فايتر قوي ولا أنك أنت عاوز تخش بطولات واتحقق ميداليات بعد شوية تكلمني بقى عن ميداليات دي طبعاً أنا كان في دماغي لنا كنت عايز أدخل لعبة تعلمني إزاي أتعلم يعني سلب دفنس وما كانش فيه فيه خالص يعني في دماغي حكاية البطولات ولا الكلام ده كنت داخل على أساس لنا هلعب وهتدرب وهتمرن بس كنتش داخل لأنا هبقى بطل بس بعد كده عجبتني أول اللعبة وحسيت لأنا فعلاً عايز أبقى بطل عايز أبقى زي الناس دي وأول بطولة خدتها إبت أول بطولة خدتها تقريباً السن اللي فات السن اللي فات كده كده السن اللي فات طبعاً أشفكر شهر كم شهر ستة تقريباً أو أربعة حاجة كده خدت البطولة كان إيه أول إحساس كده طبعاً اللي أنا أول إحساسي ألعب بطولة أه كنت متوتر شوية شوية أم فبعد كده بقى أعتكلم مع الكابتن طبعاً كابتن أنا الصلاح أم بطل العالم برضه في الكيك بوكسي طبعاً كانت أول بطولة اللي هي كيك بوكسي مش شوت بوكسي مش شوت أم دخلت ولعبت كويس جداً الحمد لله كنت بلعب قدام طبعا الخصم وكنت باس مع كلام الكابتن فهو انا عجبت الكابتن دخلت الباغه بقى قال بس ده بطل ايوه هيركز معيك ايوه فلابت البطولة كويس كانت بطولة كويسة جدا ويعني احساس البطولة كده اللي داخل اول بطولة في حياتي كان حلو ورده احساس حلو حلو ده في تكريم من التكريمات بتاعتك هو في بطولة العالم ايوه الشوت بوكسن ده وانت باخد بقى البطولة بتاعت الشوت بوكسن اني مدالية في دول الكبيرة صحا ايه مدالية اللي عملك تلبسها كده وفرحنا فرحنا ايوه يا سلام سلم انا سوريها كده للكاميرا عملك كده ايوه ايه دي يا جماعة كده احنا صح هبص الكاميرا دي كاميرا دي يا مهيز بص ايه ايوه نزل ايدك سنة كمان شو بيشاورولي ايوه طيب كده حلو ميت فل دي البطولة بتاعتنا طيب ده كده معز بطل العالم في الشوت بوكسنج ايوه